بسم الله الرحمن الرحيم جرد سولن أبي داود المجلس الواحد والسبعون تابع لكتاب الصلاة تابع لباب صلاة الكسوف تابع لباب ما قال أربع ركعات عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم قرأ ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها وعن ثعلمت ابن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطوة يوما لسامرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق سودت حتى آضت كأنها تنوم كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثنا شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فاعل في الركعة الأخرى مثل ذلك قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحميد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن قبيصة الهلالي أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعني جر ثوبا وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيامة ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتمها فصلوا كأحدث صلاة صليتمها من المكتوب وعن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي رضي الله عنه حدثه أن الشمس كسفت فذكره بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم باب القراءة في صلاة الكنسوف وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكنسوف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث باب ينادى فيها بالصلاة وعن عائشة رضي الله عنها أنه قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعا باب الصدقة فيها وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا باب العتق فيها وعن أسماء رضي الله عنها أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكنسوف باب من قال يركع ركعتين وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلات وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكذ يركعه ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم رفع فلم يكد يسجد ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفق في آخر سجود فقال أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ما أنه قال بينما أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبثتهن وقلت لا أنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كوسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويحمد ويغلل ويدعوه حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين باب الصلاة عند الظلمة ونحو عند الظلمة ونحو يا وعن عبيد الله بن النظر أنه قال حددني أبي قالت قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة باب السجود عند الآيات وعن عكرمة أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا